ماشي وسوريو النهاردة بعد المباراة قال تصريحات مهمة قال ان كرة القدم تم اختراعها في 1862 وقال ان فيه طريقتين للعب فرقة بتهاجم وفرقة تانية بتدافع وقال ان احنا او الكرة بتلعب على رد الفعل وقال ان الفريق اللي بيعتمد على الدفاع بيلعب على التحولات الهجومية لتسجيل هدف ولكن الاصعب ان تستحوز على الكرة وتهاجم في المباراة وقال ان المقاولين كان بيدافع على المساحات في المباراة ولعبوا الزمالك الناشئين مثل محمد طارق واحمد ايشو وحسان بيسو ظهروا بالصورة جيدة وقال ان المقاولون لم يكن له اي خطورة على مرمى الزمالك وسجل هدفه من رقلة ثابتة ودي كرة القدم وقال ان اتحمل المسئولية وقصر فترة الاعداد للزمالك ولكنها نفس فترة اعداد منشستر سيتي قبل انطلاق الموسم هوا شاغل نفسه بمانشستر سيتي انا مش اقدر بقى يعني معلش انا اسف يعني انا اسف لانا ما كملتش التصريحات وسوريو شاغل نفسه بمانشستر سيتي وجورديولا يا وسوريو والله لا الزمالك مانشستر سيتي ولا انت جورديولا وليس تقليلا منك وتقليلا من الزمالك وتقليلا من اي فريق مصر ولا اي مدرن موجود في مصر سواء بيب جورديولا واحد في العالم ومانشستر سيتي واحد في العالم يعني محدش بيعرف يلعب طريقة مانشستر سيتي في اوروبا حتى ومحدش بيعرف يعمل اللي بيعمله بيب جورديولا في اوروبا حتى هو شاغل الاعداد بتاع مانشستر سيتي واصل انا بلعب بطريقة لعب مانشستر سيتي واصل التغييرات بتاعته من مانشستر سيتي واصلي هلاعب حسام عبد المجيد زي ستونز في نص الملعب زي ستونز في مانشستر سيتي مانشستر سيتي يشغله دماغه انزل على الارض معنا انزل على الارض معنا انت بتلعب في الدول المصري مع نادي الزمالك لا بتلعب في الدول الإنجليزي ولا بتلعب مع مانشستر سيتي قصة تانية خالص وحكاية تانية خالص ولو انت مدرد مانشستر سيتي مش هتعرف تعمل في مانشستر سيتي اللي بيعمله بيب جورديولا سهل ايه فغريبة جدا بصراحة منه غريبة قال كمان ان في حالة الفوز تتم الإشادة بي وقال عند الخسارة يتم انتقادي طبيعي وقال لن أكون بتغيير طريقة لعبي أو أسلوبي ومن الممكن تغيير اللعبين اللي بيشاركوا فقط وقال لما تم التعاقد معي مع نادي الزمالك كانوا عارفين ان أنا مدرب صاحب فكر هجومي ونسعى لخلق أكثر عدد من الفرص وده أمر صعب ومسهل وقال ان ما فيش 11 لعب أساسي في نادي الزمالك والأمر يتغير وفقاً للمنافس وبسؤاله عن حقيقة بكاءه بعد هدف مصطفى الشلبي غير المحتسب قال لم أبكي في المباراة الأمر الذي قد يزعجني هو مرض والدتي فقط لكن المكسب والخسارة يحدثين في قرات كلمة تعيط يعني ما يعادي يعني يبكي لنسك كنت بدافع عنك ما تبكي يعني ما بقى بسيط مضغوطه متأثر يعني وقال ان المواجهة اللي جاية قدام أرتا سولار بيتحدث عنها وقال انها مباراة مهمة جداً لأنها حاسمة ويجب أن نفوز بنتيجة محددة من أجل تخطي أرتا سولار والتأهل لده أو التأهل للدور القادم هو أولوية بالنسبة لنا في الوقت الحالي وقال ان إراحة عمر جابر ونبيل عماد وحمزة المسلوسي قراري الشخصي من أجل جاهزيتهم وتحضرهم لمواجهة أرتا سولار قال الدولي لسه فيه جولات أخرى لكن أنا مركز فيه مباراة أرتا سولار وقال ان أوباما لديه فرصة للعب كمواجم وهمي أو مواجم صريح وهو يؤدي بشكل جيد وهذا مقاله سوريو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وأبرز مقاله سوريو